اشتركوا في القناة عن تربص رمون تخب الوطني اخبار ليست مؤكدة عن اصابة وتعطل التحاق رابي بالسبعين بالتربص لكن ليست رسمية مصادر ليست رسمية ربما نرى تأخر ربما في وصول رامي بالسبعين الشيء الاخر الموضوع اللي حبينا نتكلم عليه اليوم ونترقوا عليه هو مدى الانانية وحب ابن البلد خاصة لما نشوفوا الأمر اللي شفناه بعيننا في مقابلة مانشستر سيتي أين تم إخراج رياض محرز من قائمة الثمنتاعش يعني كأول مرة يعني يشوفوا لعب اللي حبينا ولا كراهنا ولا حتى راوي حتى رياض محرز انه موشي موسى وتاع ولكن يبقى اسم كبير رياض محرز خارج قائمة الثمنتاعش يعني وبالمقابل سيرلينك أو خاصة سيرلينك يكون خارج الإطار في العديد منه مقابلة لكنه لكن لا يتمون يزعوا مقابل منتاعش أقصى حد يكون فيه طائمة الاعتيار الشيء الآخر حبيت نطيك بمثال تشوفوا العنوان اللي فيه درجة استفزاز والمهجوم على بن ناصر من صحيفة اللي حبه بالذريع نعضرها بالدرجة حبه بالذريع تفرض طونالي هذا اللاعب الإيطالي بأي طريق بأي طريق المهم طونالي يشارك معه الميلان على حساب اسماعيل بن ناصر اسماعيل بن ناصر اللي يقدم مستوى رائع في الدوري الإيطالي وهو قلب النابض للميلان حبي نولك رحناه شيء لا يصدق ما قال استفزازي ما قال عنده يعني إلا تفسير واحد حب ابن الوطن حب ابن الوطن المقال وشي يقول بن ناصر وكالانا نوغلو كالانا نوغلو اللاعب التركي الأصل تركي لعب ألماني وبن ناصر ما الأمر نحتاج إلى صدمة كفوف طونالي يعني يصفحم طونالي بعد شهرين يسقط الجزائري والألماني في غضون ذلك تكافح الشركة الرائدة في سوق الصيف لتأسيس نفسها الحال الوقت يمنحوا ما مساحة يعني يتساءل صاحب المقال يعني يزدون يعطوهم فرصة أنا ما فهمتش أنا بن ناصر لعب طوط مطلوب في كل نوادي للأوروبية يزدون يعطوه فرصة يعني يعني يشوف الاستفزاز تصامر أوركسترا روزينيري بالبهجة ولكن في لحن إبرا ورفقائي هناك بعض النغمات الغير متناغمة بعض النغمات الغير متناغمة في الأوركسترا يعني يقصدو كان حاجة مش تمشي ويناء من المشتمشي هو بن ناصر زميله الألمانية كالرهوغرو دائما ما تكون عصابة بيورلي في الصدار بفردها ولم تنهزم ومع ذلك فقد خاضوا مخاطرة كبيرة أمام فيورونتين عفوا أمام فيورونتين وأظهروا نفس علامات الضعف التي ظهرت في أول خروج المغلوب في الموسم ضد دليل لتقويض الجو المثالي الذي يسود حول الرزينيري جزئيا هناك عاملان الهشاشة في الكورات الثابتة هذا خطأ دفاع شيء مفروق منه وقبل كل شيء انخفاض الأداء في منتصف الملعب شوف ذلك الكلاب شوف ذلك المقال شوف وقبل كل شيء انخفاض الأداء في منتصف الملعب حيث لم يععد بن ناصر وكالها نغلو يتألقان كما كان من قبل بالنسبة الجزائري والألماني من أصل تركي فإن التراجع في الأداء فإن التراجع في الأداء واضح شوف هذا يا صاحب ما قال يعني بالدرجة أنا مع طونالي والدبلادي كون بن ناصر يطير 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 نجي ضدهم بسانسير والدبلادي شوفوا كيفاش رام يتعاملوهما وحنا نكرهوا لدبلادنا هاي لتغيذك الصحافة نتاعنا مهر مشا اللاعبين تواحر ومتروحش تسافر قلنا من كورونا نقوله كورونا سنوات وسنوات وسنوات والصحافة بعيدة على اللاعبين تواحر ماتروحش الأوروبا تسافر تشوفهم مديش معهم ريبورتاجات تشجحهم والو غايبة تماما الصحافة الجزائرية على اللاعبين تواحر حقيقة حبينا ولا كورونا هذي حقيقة مما أدى إلى تدهور نسب الكورات التي يتم لعبها والتمريرات الناجحة أقل من 90% البناصر أقل من 90% يقول حقيقة 90% وش خلا أقل من 90% واللاعب الألماني إن شاء الله لو قلوا أقل من 85% هايا شوف يعني نقيت ما نحضر الدرجة يعني حب والدبلاد يعني طريقة عمياء عمياء هنها موش يقولوا طونالي والدبلاد طونالي على أهبة الاستعداد لا داعي للخلق بالانخفاض طفيف أمر طبيعي العصر الطونالي هذا كارثة ما تشليل كارثة صحيح إنه بناصر تخل ما تأخذ لكن بناصر لما تخل طلم سنتعه خسره صح بالصح طلم سنتعه خروج عدم لعشراك بناصر أمر غير مفهوم في موسم يشهد مشاركة ميلا على جبهتين ولكن أن يسعيد كلاهما تألقهما هناك مخلب طونالي مخلب طونالي يأمل في الطيران نعم شوف 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 وليحب ولد بلادهم شوف ويفهم وإدي دروس لصحافة جزائرية صحافة جزائرية يعني ننخطب فيك إدي دروس إدي دروس من الصحافة الإيطالية ومن أي صحافة صحافة كبيرة لقزيتة ديلو سبور لقزيتة ديلو سبور صحافة معروفة وكبيرة إدي دروس إدي دروس مخلب طونالي يأمل في الطيران نعم لأنه على الرغم من المشاركات الخمس في الدوري فإن بريتشي لعب بريتشي السابق كان لعب أساسيا مرتين فقط حيث جمع دقيقة أقصر بكثير من كيسي وبن ناصر المنافسين مباشرين للعب يعني للعبين يلعبوا كيسي ثعكو ديفوار وبن ناصر يلعبوا في نفس المنصب نفس المنصب اللعب طونالي هناك من يرغب في مشاهدة طونالي في الملعب أكثر من غيره شوف السيدي أنا صاح والد بلادي بالناصر ومسيبورتي بالناصر أنا طونالي شفتم عليه لمعجبنيش إذاك تحكي إلى طونالي يلعب آخر أنا ما شفتش طونالي هذا اللي يحكوا عليه وطونالي طونالي هم صح الصحافة يحبوا لبلادهم حبينا ولا كرهنا يحبوا لبلادهم هذه حقيقة نحن نكروا لبلادنا والصحافة تعلم ما تسافرش لهم وما تروح لهمش الله غالب ربي يهدينا على كل حال هناك من يرغب في مشاهدة طونالي في الملعب أكثر من غيره خاصة بين الجماهير وين الجماهير اللي رحت وسقصيتها يا صاحب ما قال لجازتة ديلو سبور والراحة للجماهير اللي رحت تدريد استفتاء إخي كورونا إخي عندكم حضر كيفاش تروح تسقصي الجماهير وهي جماهير أصلا مش تروح تحضر في الملعب شوفوا شوفوا يعني يعني شو شي يندله الجابين شوفوا وصلت يعني درجة الانتماء لللاعب والدبلادي والشوفانية الأبن البلد بينما احنا ولو أبدا مستحيل مستحيل واحد صاحب يقول لك منتخب المخايد لوسادات واحد يقول لك محرز سابق شعره اللي فاته ظهره يسبق شعره هاكيفاش تحوسوا مالا اللاعبين يبانوا في أوروبا حاجة بينها ما يتباعوش وما يبانوش والسعر تاعم يبقى هابط لانا ما عندكش إعلام الميديا قاوية الميديا تعاون اللاعب تساعد اللاعب خافوا ربي يا ناس الصحافة مهمة أيضا اللي فاهم الهوامش النمولي واحد من أكثر المواهب قل لك موهبة كبيرة هذا طناليا وضوحا أكثر المواهب وضوحا التي ظهرت في السنوات الأخيرة بريش يا فريق صغير أنا لاعرف بريش يا فريق صغير لما تقول لنا يا فيراتي فيراتي تعال بريس جين قولك وي هذاك موهبة استمر الركض لفترة طويلة بعد ثلاث أشهر تقريبا من هبوطه في ميلان يعني بعد ما سنية في ميلان ينتظر طنالي الفرصة للاستيلاء على الميلان شوف 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 شو ذك العبارة نعودها ينتظر طنالي الفرصة للاستيلاء على الميلان يقول لي باتران وتعبير لطنالي هذا أوه سكت وسكت 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 طنالي هذا راح يقول لي في بلاسكي ماغاتوزو بيرو طير هالهم وبالناصر خلاص معاش عنده مكانة لازمة يلعب البنك شوفتوا الزكت شوفتوا الجماعات في الضغطة هذه تاع الصحافة الضغطة هذه على الانترينير تاع بيولي أنا ما فهمش أنا لو قلت لي اليوم الشهر الأول ولا الشهر الثاني لما كان لانترينير باولو انتع سان باولي سان باولي انتع الميلان لما كان بناصر جديد ما كانش متأقلا مع طريقة لعبة تاعهم صدقك يتقبلها لأن بناصر كان يلعب في نادي كان مية وعيف مية منهار مع مدرب ضعيف تاكتيكيا حطم الفريق نتقبلها لكن مع بيولي بناصر صراحة محبينها ولا كراهنا يطير يا صاحبي يطير يذن من المقال اللي درته اليوم موضوع اللي تحدث علي انه خروج محرز متعمد ما نقدرش نخرج حتى يكون كارثة في الملعب ما نقدرش نخرجه لماذا؟ لأن الإعلام الإنجليزي قوي قوي جدا تخرج لاعب دولي إنجليزي تخرجه خارج الثمنتعش راك ارتكبت جريمة كبيرة حقيقة جريمة كبيرة لازم سير لينك حتى يكون سيئ 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 يبقى في الاحتياط لكن بيش تخرجه خارج الثمنتعش مستحيل صعفة الإنجليزية ما تفوتها لكش بالناصر يطير في الميلون ورام انتقدوه على جيل ويلد بلادهم طونالي على تتاكم ملاخر إذن بش نسفهم الإعلام يلعب دور كبير 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 في أوروبا لعنعاء ولد بلادهم حبينا ولا كرحنا نتمنى التوفيق لكل لعبير المنتخب الوطني في الاخير متقنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته